موسيقى مساءكم خير معروف جدا انه في منظور الدولة في ملفات كتير جدا جدا تدرس وتناقش وتطرح في نفس الوقت وده الامر الطبيعي والمتوقع في منظور المواطن من زاوية كل واحد فينا كل واحد بيبقى بالنسباله الملف الاهم هو الملف الشخصي بتاعه وبالمناسبة دي مش حاجة فقوية خالص دي حاجة منطقية جدا وطبيعية جدا عشان كده مهم جدا انه كلنا نبقى مشاركين في كل القرارات وفي صناعة القرارات في الدولة وبالتالي مثلا يعني لو انت مثلا ولي امر ومن المهتمين قوي بالتعليم فتلاقي نفسك طول الوقت متابع ملف التعليم ايه التطور اللي حصل فيه التغييرات اللي بتحصل فيه الجديد اللي بيحصل وايه اللي هيحصل لو انت مثلا بتشتغل فيه مجال قطاع الاعمال اكتر حاجة هتكون بتشغيلك وهدب انت بتزوء الدولة فيها وبتحرك الدولة فيها وبالمناسبة وبتضغط على الدولة انها تحقق لك الحاجات اللي تساعدك في شغلك وده دور مهم جدا من ادوار المواطن انه يواصل صوت وانه يبقى الامور تسير لراحته ولخير وعشان انت لو شخص في قطاع الاعمال وبتشتغل تشتغل كويس فتكسب كويس فتدفع درايب للدولة فالدولة تقدر تكمل وتديك خدمات وهكذا كل واحد فينا في ملفه مسؤول مش بس عن انه يقدي دوره كويس لكن كمان مسؤول عن جزء من صناعة القرار بالمناسبة في بقى واحد من الملفات اللي ماقدرش اقول انه ما بيتكلمش عنها غير المكلومين بيها او المتاصلين بيها بشكل مباشر لا ناس كتير جدا بتتكلم عنها لكنه ملف كثيرا ما يغيب في وسط ملفات كتير مهمة مطروحة يعني على مائدة الحوار من ضمن هذه الملفات ملف المحبوسين احتياطيا والموجودين في قضايا الرق المحتجزين في بعض القضايا والملف ده تحديدا كان منطقة محظورة في فترة ما لكنه الحقيقة ولازم نرجع نفكر نفسينا ونأكد على الحكاية دي بدءا من شهر رمضان الماضي الملف ده ما نقدرش نقول انه انتهى تماما لكن بيتحرك بشكل جيد المهتم بالملف ده يعرف انه لجنة العفو الرئاسي منذ تشكيلها في رمضان عشرين اتنين وعشرين في مايو في شهر مايو اللي فات منذ تشكيلها الجديد وهي بتعمل شغل كويس جدا على الارض النهاردة تحقق انتصار ما قدرش اقول للجنة العفو بس لكن لكل المهتمين بحقوق الانسان في مصر والمتابعين لهذا الملف انه بالاخلاق سبيل تلاتة وتلاتين شخص النهاردة بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي لهم النهاردة تقدم اعضاء لجنة العفو الرئاسي بالشكر والتقدير لرئيس السيسي على دعمه المستمر في ملف المحبوسين بعد اخلاق سبيل الثلاثة وثلاثون شخصا بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي له اعضاء لجنة العفو الرئاسي ايضا وجهوا الجزيل من الشكر والتقدير للنائب العام لاستجابته لهذا الملف الهام وبالشكر لوزارة الداخلية على ما تبدله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنه لا مفتبقى وسيادة نائب طارق ردوان في المدينة سيادة نائب طارق ردوان رئيس لجنة حو الإنسان بمجلس النواب مساء الخير على حضرتك واهلا بيك في التاسعة مساء الخير يا دكتورة سيادة نائب مبدئيا خلينا نسأل اولا النهاردة ما الذي يجعل خروج 33 من المحبوسين احتياطيا خبرا من الاساس يعني من المفترض انه بعد ما بتنتهي مدة الحبس الاحتياطي الناس خلاص اذا لم يكن هناك ما يدينهم بيتم خروجهم مباشرة ايه الجديد او ايه اللي كان بيعوق هذا الاجراء القانوني وبالتالي نعتقد انه نهاردة ما تحقق هو امر مهم جدا اننا نلتفت لي بداية يعني هذه الدفعة هي دفعة مكملة لعدة دفعات يعني خارجت خلال الفترة الماضية يمكن ده نتيجة لجهد قامت به اجهزة الدولة بشكل كامل سواء كانت المؤسسات التسعرية او المؤسسات التنفيذية او لجنة العفو الرئيسي وهي المموط بها اعداد خوائم العفو العرض على السيد رئيس الجمهورية يعني الذين تم تقدمهم او حبسهم احتياطيا على زمة قضايا رأي هم اصحاب رأي اتفقنا اختلفنا ولكن هناك رؤية لكل واحد فيهم اعتقد ان انصهار هذه الرؤية من خلال الحوار الوطني انها شايف انه يتمخض عنه انجازات كبيرة جدا خاصة في اه الثلاث محاور بعيفية وطوائل كانت السياسية والاقتصادية او الاجتماعية اه اعتقد ان الحوار الوطني هو اه سلم من عدة اضلاع اه تم بنائها سابقا لحوار الوطني بداية من اطلاق الاقتصادية الوطنية لحقوق الانسان مرورا باعادة تشكيل لجنة العفو مرة ثانية واطلاقها في اه رمضان الماضي ثم تباعا اه تمخض عن هذا اه 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 الدعوة للحوار الوطني اه 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 الحوار الوطني اه 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 الحوار الوطني دم رموزا اه وطنية من جمهور لا سياد النايب قبل ما نتكلم عن الحوار الوطني الحقيقة ان مجهودات فكرة او ملف المحتجزين في قضايا الرأي هو ملف مهم جدا بنسبة كم في المية نقدر نقول انه تم هناك اصلاح اجرائي بالاساس مش بس انه الاسماء التي تعرض على سياد ريس وهو بنفسه الذي يعني يقوم بالعفو عنهم او بتقديم عفو رئاسي فيه اصلاحات اجرائية نقدر نقول انها مبشرة تيسر الامور حتى للمستقبل؟ بالفعل طبعا يعني احنا لو بصينا على خلال ثمان سنوات من ماضية دولة طلعة من تحديات كبيرة جدا من ثورتين حراك مجتمعي بشكل اه سريع وديناميكي جدا ايضا على الناحية الاخرى اتحديات اقتصادية اه مرت بها الدولة المصرية نتيجة للثورات والثغير الانظمة حصل حالة من عدم الاتزام الاقتصادي وتمخض عنه العديد من اه الاصوات التي كانت تطالب با اه اه اصلاحات في مجال معين من منظورة زي ما حدك تفضلت في المقدمة وعشرت مليها ولكن اه اه كان هناك لزام ان يكون هناك حالة من التوقف وتحديد الرؤية وتحديد الاهداف وتحديد الاستراتيجية التحرك اه يمكن النهاردة اه انا احرجعتني اللي الحوار الوطني لانه اه هو خطوة تالية لنجمة العفو الرئاسي يمكن الثلاث محاور الرئاسية في الحوار الوطني هو اه رؤية اه تحديد رؤية اه تحديد استراتيجية تحديد اهداف تحديد مراحل تنفيذ اه دور ما احنا كمؤسسات تشرعية او مؤسسة تشرعية او مؤسسات تنفيذية في هذه الدولة المختلفة هو تنفيذ هذه الاستراتيجيات اه لعل وعسى سيتمخض عن اه على الحوار الوطني باذن الله اه يعني وضع استراتيجية وطنية للانتصاد استراتيجية وطنية للحقوق السياسية استراتيجية الوطنية للتنمية المجتمعية و اه يعني يمكن احنا شايفين انه هناك دعوة لعقد مقتمر انتصادي شامل لكي نسمع انفسنا يعني لكي يكون هناك حالة من التشاور والعرض وانصهار هذه الرؤى او هذه الهداف القصة بمختلف الاصياط المعنية سواء في المجالات الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية انا بشكر حضرتك سيادة النائب شكرا جزيلا سيادة نائب طارق ردوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ملف حقوق الانسان يبقى واحد من الملفات الهامة جدا سواء كان يقترب منك بشكل مباشر شخص تعرفه شخص انت مهتم بمتبعده ام تراه ملفا بعيدا ولا يخصك بشكل شخصي انما هو خص سلامة المجتمع سلامة او حرية الرأي والمساحة المتسعة للجميع لانه هذا وطن يتسع حقيقة للجميع بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم التاسع مساءكم خير اعتقد انه فيش حد فينا ما درسش في المدرسة او ما افتقرش او ما درسش في التاريخ يعني وقفت الزعيم احمد عرابي قدام الخديوي توفيق لما وقف بكل شجاعة وقال له لقد ولدتنا امهاتنا احرارا ولن استعبد بعد اليوم فين السياق التاريخي للفكرة دي؟ السياق التاريخي بيتزامن ذكرى 9 سبتمبر مع ذكرى قانون الاصلاح الزراعي اللي برضو صدر في 9 سبتمبر عام 52 واعادت تقسيم ملكية الاراضي وتملكها للفلاحين وبالتبعية ظهرت بقى جمعيات الاصلاح الزراعي وحصلت محاولات من الدولة لتمكين الفلاح طول الوقت من ارضه فتسمى هذا اليوم بعيد الفلاح اين كان بقى رؤيتك انه طب كانت الارض تبقى مساحات شاسعة واسعة بتزرع بنفس الاصناف على بعض ولا تتقسم اين كان رؤيتنا لكن الحقيقة انه كل ما يصب في مصلحة التمكين المفترض انه يكون هو الافضل او هو الوضع الاهم مجلس الوزراء النهاردة عمل حاجة جميلة جدا بمناسبة عيد الفلاح مش بس قال للفلاح كل سنة وانت طيب لكنه اصدر تقرير انفو جراف مهم جدا بينصد فيه احنا او الدولة المصرية الدولة المصرية قدمت ايه لدعم الفلاح على مدار التمن سنوات الماضية وكأنه كشف حساب كده اهم ما يميز هذا التقرير فكرة التغيرات اللي شاهدها العالم وفكرة تأثر سلاسل الامداد والتوريد كل بلد في العالم ظهرت عندها الحاجة لتأمين واستدامة الانتاج الزراعي محليا معنى كده انه الزراعات الاستراتيجية يجب ان تكون هي اولها الاولوية تتغير خريطة الزراع في مصر والدولة بسرعة بدأت في عمل تعاقدات مع المزارعين عشان نقول للمزارع طيب انت السنة دي ازرع كذا هشتري منك هذا الصنف في نهاية الموسم بسعر كذا فتبع العملية واضحة جدا وكل الاطراف مستفيدين قدر الامكان اه طبعا لن ننكر ان احنا مازلنا بنقول اه في ازمات في التسعير في ازمات في الاسمدة في تفاصيل تخص تنفيذ هذا او هذه الرؤية المهمة جدا لكن من الناحية التانية توفير المستلزمات الانتاج الزراعي ده جاء في تقرير مجلس الوزراء تقديم المزيد من الدعم المالي للفلاح القروض الميسرة التحول نحو ما كانت الخدمات اللي بتقدم للفلاحين كل حاجة تضمن ان الفلاح تبقى حياته افضل ترتقي الخدمات المقدمة اليه تقل الصعوبات الكتير اللي بيواجهها الفلاح المصري يبقى ده ضمن خطة الدولة وده اللي رصدوا التقرير اللي اصدروا مجلس الوزراء النهارد طيب فيه جملة مهمة جدا محتاجين نفهمها لكن خلونا الاول نرحب بدكتور ريدا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقلية دكتور ريدا مساء الخير على حضرتك مساء الخير فانا بحيات حضرتك أستاذ مشاهدين دايما يا دكتور بيبقى عندنا السؤال الاهم عن المحاصيل استراتيجية ازاي الدولة بتؤمن الكميات المزروعة محليا من هذه المحاصيل طبعا معروف انه بيفضل فيه جزء استيراد لهذه المحاصيل لكن ازاي على الاقل ازاي الدولة بتقوم بدورها في تأمين الجزء الأكبر محلي في جزء حواري ما حضرتك بس نستغل الحوارة ما حضرتك ونهني اخواننا المزارعين بعيدهم بأول حنجة أولا طبعا كل سنة وكل المزارعين المصريين بخير طبعا كل اخواننا المزارعين بكل خير يا رب طبعا المزارعين المصري ده اهم محور من محاول ملاف الامن الغذائي وازاي نوفر حياة امينة وكريمة اللي بينادي بها في قامة الرئيسة طبعا اهم محور من محاول ملاف الامن الغذائي اللي اخواننا المزارعين ده رقم واحد قبل ما نتحدث على الرغم من التحديات الموجودة اللي بقالها كم سنة بالنزمانة من جائحة كورونا من تغرط وتقالبات مناقية واخيرا الحد دائرة بروسة الوكرانية كل ده طبعا بيأثر اكبر قطاعات على مستوى العالم بالقطاع الزراع ما تأثر بين التغيرات والتغيرات ما تتكلم من اللي بيحطة للفضل العقية على رغم التحديات ديات المنافر القطاع الزراعي اللي هو الحمد لله انجازات محظوش من سنين طويلة على اولى ملفات او اهم ملفات طبعا بتشغل بكر وبيعوزة اتمامات رقامة الرئيس المحظوات الترجمية وعلى رأسهم طبعا الامح رقم واحد الحمد لله يمكن ماشيين بخطة تابتة وخطة مدروسة ورؤية وفق رؤية مثلا عشرين خمسة عشرين عشرين ثلاثين ازاي نحقق بالانهادك والطارجة نحن نشتغل عليه فترتين دول سواء عشرين خمسة عشرين وعشرين ثلاثين ان شاء الله الحمد لله يمكن لحد وقت قريب بالنسبة نمسك مثلا محصوص زي الامح من فضل ربنا تخلنا تعالي بقالنا من سنة الفين واربعتاشفة من كانت في ثلاثة وغيرتها مع عشر مليون فضان السنة دل حتى السنة الاخر رح احطيها لسنة فتركها ثلاثة بسنونة لخمسين الفضان فالحمد لله الزيادة دي متمثلة بتكديد سنة بعد السنة ده حلو قوي يا دكتور انا تحديدا عاوز اسأل حضرتك ايه اللي بيقدم للفلاح في مقابل ما يقدمه الفلاح فعلا من المستاهمة حقيقية في الامن القومي الغذائي يعني ايه تسهيلات لحضرتك تقول انه ضروري جدا انه يحصل عليها الفلاح المصري ده حق وإيه الظروف اللي احنا نتمنى تكون افضل ليه في العام القادم واحنا بنحتفل في عيد الفلاح هقول لي سعد بدء زيبيت النهاردة نتكلم على النهاردة معالي وزير الزراعة لما يجي نتكلم في تقرات تاريخي ما حصلش من سنين ويجي نعلن عن سعر توليد القامح النهاردة قبل زراعة القامح ده يعتبر انجاز يعني في السليدي ده بتشجع السادة وخلن المزارعين عن انهم يبتدوا يحوز فكرهم قبل ما يزرع ان شاء الله عارف السعر اللي ما هيبتدي يورد عليه حطل له الف جنيه مبدئيا ده سعر ضمان مش هيقل عن كده ده حلو اوه ده سعر عادل اكيد وإلا ما مش هيتشجع يزرع طب كتير عليه من اكتر من جهات معنية عشان تقدر توصل للسعر اللي يبقى فيه هم الشراب هيوصل به المزارع عشان نقدر نشجعه على زيادة المساحات كل سنة عن السنة قبلها ده مش كده وبس لا ده سعر ضمان ما يقلش مع اعتبار انه حسب في وقت التوريد لما يكون فيه اسعار مية اعلى ان شاء الله حيكون فيه تدخل من الفيادة الساسية يكون فيه تحفيز للتوريد ان شاء الله عشان يقدر يواجه الاصحات العالمية اه انا مشكول ده في حد زيته ده رقم واحد اه رقم اثنين نهارده مستازمات الانتاج الحمد لله الدولة برضو من المقارات السمادية ملتزمة بها بالسعر اللي هو المدعم ده حاجة من رقم اثنين رقم ثلاثة برضو ازاي نقدر نوصل لتقاول معتمدا اللي اطبحت النهارده ملابسة منتال خطورة بنشتغل عليه بقالنا فترة لحد وقت قريب كنا بنعمل تغطية بالتقاول معتمدا 28-30% لحد السلفات اتكاد 50% السنة دي باعتبارنا ان المساحة وارد جدا تفصل الارضاعة مليون فدان هنفصل لنسبة 70% تغطية بالتقاول معتمدا يعني ايه تغطية معتمدا يعني ما الخريش المزارع يتقي من عنده وبالتالي نقدم لما المزارع نوفر له التقاول معتمدا المقية المفروض انه بتزوده في محصوله بنسبة 70% السنة دي وطب وبتضمن الجودة انا بشكرك يا دكتور بشكرك وبيضمن كمان مستوى المحصول فكرة التقاوي دكتور ريدا قال 3 معلومات مهمين جدا فيما يخص اولا تحديد سعر الطن القمحة قبل زراعته بشهرين وده في حد ذاته انجاز كبير الاهم من ده السعر ان يكون سعر عادل دايما احنا بنقول كده انه الفلاحة واكتر حد دو قيمة في السلسلة كلها يعني دو قيمة بيقدم قيمة مضافة حقيقية لكنه قال واحد بيكسب الدولة عارفة كده والدولة بتجتهد قدر الامكان انها تخلي انه الفلاحة اكتر حد يكسب من القيمة المضافة اللي هو قدمها للبلد والناس وتقل بقى السلاسل الكتير اللي في النص كلهم يكسبوا كل حاجة بس يفضل المكسب الحقيقي والعادل للفلاح المصري دكتورة دكتور ريدا محمد علي مدير معهد المحاصيل الحقلية كان معنا على التليفون وبنرحب بدكتور هودا رجب مدير مركز الزراعة التعقدية دكتور هودا مساء الخير على حضرتك اهلا مساء نوري حلو قوي ان احنا نعرف ان فيه حاجة اسمها مركز الزراعة التعقدية ومفهوم كده من الاسم انه حضرتكم القائمين بالتنظيم احتياجات الدولة من المحاصيل التعقدات مع المزارعين من اجل زراعة محاصيل معينة احنا كده فاهمين صح؟ هو تقريبا هو الكلام اللي حضرتك بتقولي على اساس ان انا بشوف ايه المطلوب بالفعل وعلى اساس المطلوب ده انا ببتدي اشوف احدد العرض اللي انا قدرت اوصل فعشان كده احنا نحن بتدينا نخش على المحاصيل الاستراتيجية لأما ان احنا بتدينا نشوف احنا محتاجين ايه فضوء زي ما خضرتك يعني قبل كده ويمكن الدكتور ريدا تكلم على كورونا وبعد كورونا جث حدث اوكرانيا مع روسيا فده اصل كله على الامن الغذائي وعلى المحاصيل الاستراتيجية بتاعتنا فلازم نكون احنا عارفين ايه هو الطلب بتاعنا وطبعا زي ما حضرتك عارفة ان كان الاتجاه لازراعة اي محاصيل مربحة وزي برضو ما معروف ان كان المحاصيل السواجات هي عاجب كبير على اساس بعد تحديد زراعة الرز بالذات يعني فكان بيزرع اي محاصيل ذات عائد ومتكنش زو اهمية او زو جدوة للدولة فالنهار ده الحمد لله لما بتدينا نخش كزراعة عقدية توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بيصدار قانون 14 سنة 2015 بانشاء مركز الزراعات التعقدية احنا بنبتدي ندرس الطلب وعلى اساسه بنبتدي نواجه العرض وبعدين كدينا كمان كانت سنة لفاتي دولة رئيس الوزراء مع معالي وزير التموين ومعالي وزير الزراعة حددوا سعر للعداد دوار الشمس وفول السوية كان 8-3 في السوية و8.5 دوار الشمس الحقيقة يعني ابتدت الوسطاء يخشوا ويزايدوا ويرفعوا احنا كلنا الزعلانين على اساس المساحة بدأت تنديد السنة دي بقى قولنا ما ينفعش الكلام ده احنا حددنا سعر ضمان يعني السعر ما يقلش عنه وده طبعا ما بنحجدوش الا لما بنكون بطرق مختلفة اقتصادين تحقق عائد اقتصادي للمزارع في نفس الوقت بنكون واخدين رأي الشركات اللي هتأمر الشيراء وابتدينا نحجد سعر ضمان ما ينقلش عن 8-3 للسوية 8.5 دوار الشمس 6-3 للدرة وابتدينا ننزل للمزارع والحمد لله بدنا نحصل بعد ما كان بيتاخذ طن السوية بـ 4.800 جنيه السنة دي وصل 15.750 ياخدهم المزارع في ايده الطن طن بيحصل فلوسه في خلال 3 ايام عمل الحقيقة برضو دوار الشمس وصل 12.5 أمرها ما حصلت وطبعا المزارع مبسوط دي لانه دي حصل فلوسه فورا الدرة الحمد لله واحنا شغلين الوقت بتوجهات برضو من معايا الوزير الزراع وانه هو حدد سعر ضمان وخد كمان خطابات ضمان خدنا خطابات ضمان من المشترين على اساس ما يخلوش بالعقل والحمد لله التوريس بدأ يشتغل والمزارع ده اللي حضرتك بتقولي ده يطلق قلوبنا يعني ده اسمه تخطيط الدولة سيطارة الدولة ده المسمى الحقيقي لفكرة اهمية دور التنظيمي للدولة فانا بشكرك شكرا جزيلا ان حداك بتشاركينا بالمعلوات دي وزي ما حضرتكم سمعين بشكر دكتور هودا رجب مدير مركز زراعة التعقدية هاي احنا عايزين نعمل حلقة عن الموضوع ده لانه لاحنا بسمعه ده كان مهم جدا احنا دائما نعتقد او ممكن حد سامع يقول ايه ده احنا فرحانين ليه انه سعر الطن غلي احنا فرحانين جدا انه سعر الطن غلي للمزارع لراجل اللي تعب وزارع وسهر وهتم واشتغل بايده في الارض انه بقى بيكسب اكتر او يكسب احسن بالمناسبة كل مستلزمات الزراعة غلية فسعر الطن غلي ده امر طبيعي لكن احنا عايزينه يبقى طول الوقت بيزيد لصالح المزارع طول الوقت خلينا نقول مثل يعني لو الراجل اللي بيخرج كيلو الطماطم من الارض طبعا بخمسين ارش هو كده كده هيوصلك انت بخمسة جنيه في كل الحالات هيوصلك بخمسة جنيه لكن كان بيحصل ايه ان المزارع بيكسب فيه خمس اروش والتاجر بيكسب جنيه والتاجر اللي بعده بيكسب نص جنيه واللي بعده بيكسب ربع جنيه وهكذا كان فيه سلاسل كتير جدا في النص هي المستفيدة الاكبر من الزراعة لكن الراجل المهم ده في السلسلة كلهم مهمين بالمناسبة لكن الراجل المهم المزارع ده كان اقل واحد بيستفيد الدولة بتحاول تعدل الكفة دي لان دي كفة تسببت فيه خسائر فادحة في ملف الزراعة احنا في العيد الفلاح لا يسعنا الا اننا نقول يعني انتو الخير والبركة حرفيا مش مجازيا كل سنة وكل فلاح مصري بخير بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم التاسع مساءكم خير نهاردة كان فيه متابعة مصرية لمباراة هامة جدا بين نادي الهلال السعودي ونادي الزمالك المصري اللي فاز فيها نادي الهلال السعودي بكأس سوبر لوسيل بعد تغلبه على الزمالك بركلات الترجيح باستاذ لوسيل النهاردة طبعا الاجواء كانت قتالية من نادي الزمالك وكانت مباراة صعبة والدليل انه فاز الفريق الهلال بدربات الترجيح استاذ لوسيل من المعلومات اللذيذة عنه انه كان هو استاذ المفترض انه يستضيف كأس العالم فيفا عشرين اتنين وعشرين المباراة ببساطة انتهت في بتعادل ايجابي لكل الفريقين وركلات الترجيح هي اللي حددت الفائز والمتوج بكأس السوبر السعودي المصري كواليس المباراة بقى وتقليم اداء فريق الزمالك نهاردة احنا عجبنا جدا شوية تفاصيل كده اثناء المباراة عجبنا اجواء عجبنا الملعب طبعا فيه تفاصيل كتير مهم ان احنا نسمع فيها اراء متخصصين لكن خلونا كمان نشارك بخبر مهم جدا يخص النادي الاهلي النادي اعلن عن تعاقده مع مارسيل كولر او مارسيل كولر مديرا فنيا للفريق الاول لكرة القدم لمدة عامين قادمة كولر المفترض انه بيستحب معاه ثلاث مساعدين وبقراءة سريعة لسريخ مارسيل كولر هو صاحب مسيرة كبيرة في عالم التدريب كان ابرزها تدريبه لفريق بازل السويسري وبوخهم الالماني والمنتخب النمساء على التليفون معنا استاذ هيني عبدالصابور النقد الرياضي لممكن نبدأ معي مباشرة مساء الخير ونبدأ على طول بتحليلك لأداء فريق الزمالك أمام الهلال السعودي نهارت مساء الخير عليك يا استاذ دينا مساء الخير على كل استاذ المشاهدين بالفعل مباراة قوية جامعة ما بين نادي الزمالك والهلال السعودي في افتتاح ملعب لسين أو كأس سوبر لسين في المباراة اللي أقيمت كتجربة للستاذ قبل نهاية أو قبل احتضار نهايات كأس العالم في فقط العشرين واثمين وعشرين المباراة كانت تجربة لما نتصرق على أجواء احتفالية الجمهور يناج كانت أكتر من عظيمة الفيديوهات والمشاهد اللي جاية كلها من يناج بتثبت قد ايه العلاقة الصحيبة من الشعب المصري والشعب السعودي الجماهير هناك كانت أجواء احتفالية ده بالنسبة للجانب الجماهيري أما عن مستوى الفني مباراة كانت كبيرة جدا جدا من نادي الهلال السعودي اللي معها مدير فني مخضر ومثالك مجموعة بيلا من اللاعبين زريرة المدير الفني النادي الزمالك حاول بغلاط كمنافذ اللعب على لعب الهلال لكن الزمالك لسه عائد لتوفي من فترة راحة ومش جاهد مدنيا أفضل حاجة فأنه هو يصطدم بمبارارة سنية كبيرة أمام الهلال في السعودي والمحضراتك عارفة أكيد المراقشات اللي ما بين الجمهورين على تويتر والضغطات الإعلامية اللي موجودة على فريقه واعتقد أن الزمالك سمكن من تقديم مباراة طيبة بالنسبة لمستوى الفني وعودته من فترة راحة وفي النهاية النفوذ اتسم أو الحظ اتسم لإعلان السعودي برقلات الجزائي الترجحية اللي أثبتت فعلا أن لعب الزمالك نخنوه الجهدين فنيا بالنسبة إلى 100 في الليل إذن زي ما نقدر نقول لم تكن مباراة لعبة فيها الحظ أي دور لكن كان أداء متكافئ متعادل وانتهى لصالح الأكثر لياقة بحسن التوصيف حضرته أو الأكثر جاهزية نقدر الأكثر جاهزية والأكثر فنيا والنهاردة كمان نولا تقلق محمد عواد والوينش والفاعات مد الزمالك كانت ربما المباراة تنتهي في وقتها الأصل بدون اللجوء لرقلات الجزاء لكن محمد عواد في أرضه تقلق وزادة عمار ماء في أكثر من كرطة علشان كده زي ما قول لحضرتك الفوز لصالح الإهلال السعودي كان فوز عاجل فوز مصحق فوز مالك قد المباراة طيبة من نظر اللي عودته مؤخرة من فترة الراحة طيب نرجع بقى لنادي الأهلي ونادي الأهلي تغيير متوقع للمدرب أو المدير الفني ايه معلومات حضرتك عن المدير الفني الجديد مارسيل كولر والمتوقع منه المسئولية الملقاة عليه في الفترة اللي جاية وازاي كمان لخلفيات انهاء التعاقد مع المدرب الراحل خليها نقول لنا كولر مدرب سويتري نفس المدرسة السويترية اللي حققت نجاحات مع النادي الأهلي أثناء فترة فيلر قبل رحيله طبعا مع المفريض بسبب جروب كورونا أو بسبب ارتباطاته الأسرية كولر مدير فني صنع نهضة مع منتخب النمسة البعض قد يعيب عليه انه هو مدير فني منتخبات في الفترة الأخيرة لكنه يمثل كثيرة ذاتية كبيرة جدا في عالم التدريب كان مساعد جروس لنحقق نجاحات كبيرة جدا أثناء توليم المسئولية مع نادي الزمالك مدير فني بيجيز الدفع بالشباب باستشاف العناصر الشابة وده محتاجه لنادي الأهلي فلنقول لحضرتك من بعد سوارش التركيز في الناجي الأهلي كان على مدير فني مهابد النظر عن محاصطاته التدريبية كان التركيز على مدير فني لمواصفات محددة ليه؟ أو تتناسب مع المواصفات والإمكانيات اللي حددها مجلة تدارة الناجي الأهلي عمشان كده التفاوض مع كولر استمر تقريبا لأكتر من أسبوعين أسبوعين كان من خلالهم فيه اجتماعات سعيد صفة مستمرة سواء مع لجنة التخطيط ومع الكبت المحمود الخطيط اتفرّزوا على أفكار المدير الفني اتكلموا معاه أكثر من حاجة ده رأيت أن المدير الفني طلب مجموعة من فيديوهات لمباريات الأهلي الأديمة الموسم ده سواء مع سوارش أو مع موسماني عشان يقدر يشوف العناصر اللي موجودة عنده مشتقد عماس إيه قبل ما يزي كراره النهائي فأول مرة الوافق على طلبات النادي الأهلي أو اتفقوا لتوصلوا لتفاقات نهائية سافر المهندس خالد مرتاجي ومعاك كابتن أمير صوفي لسويسرا للحصول على توقيع المدير الفني وبإذن الله يكون متواجد في القاهرة غدا في السبت الحد يكون في اجتماع رسمي معاك كابتن محمود الخطيط أو الاجتماع مباشر فس وفس ده ما بنقول يكون يوم الحد عشان يتم الاتفاق خلاله على الجهاز المعاون وعلى شكل العمل في الفترة الجاية ويوم الاثنين في مؤتمر صحف التقديم المدير الفني بإذن الله أنا أشكر حدقى شكرا جزيلا الناقد أرياضي هاني عبدالصبور وكل التوفيق لنادي الأهلي فيما هو قادم فترة كانت صعبة وعصيبة على جماهير النادي الأهلي اللي ما تعودتش على فترات الارتباك كان موسم متمايز جدا لنادي الزمالك حتى النهاردة لو قلنا أنه خسارته أمام الفريق أو نادي الهلال السعودي كانت خسارة مشرفة وكان لعب يعني أو تمثيل جيد جدا النهاردة شفنا الأهلوية والزمالكوية بيشجعوا الزمالك النهاردة كنادي مصري يمثل مصر العالم كله بيتابع باهتمام شديد مراسم ملاكية جديدة غدا تنصيب تشارلز الثالث الذي عشنا سنوات طويلة بيقول عنه الأمير تشارلز وأخيرا تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في مجلس الانضمام أو مجلس تنصيب الملك مجلس تنصيب الملك لأول مرة منذ سبعين عام يجتمع كان آخر اجتماع لي في فبراير 1952 لتنصيب الملكة إليزابيث الثانية اللقاطات اللي احنا شايفينها دي لقطات مباشرة من أمام قصر باكينغام وكل بورسيلي القنوات العالمية موجودين هناك حدث مهم جدا وتنصيب الملكي والمراسم الملكية في بريطانيا واحدة من المقدسات كده التي لا تتغير بمرور الزمن وجمالها في الحفاظ عليها بهذا الشكل وبهذا التقليد وثبات النظام الملكي وأيضا بوعده بشكل كبير جدا عن القرارات اليومية والحكم الفعلي وقرارات تخص الشعب الأمير تشارلز أو الملك تشارلز في خطابه الملكي الأول من قصر باكينغام تعهد بخدمة المملكة وشعبها والدفاع عن الدستور مؤكدا أنه سيصير على خطى الملكة إليزابت أعلن أن الأمير ويليم سيخلفه في لقب أمير ويلز ووليا للعهد جنازة الملكة ودي كمان ترتيباتها ترتيبات أخرى مهمة جدا مهيبة جدا أطلقت المدفعية البريطانية 96 قذيفة تكريما للملكة راحلة إليزابت الثانية 96 عاما مليئة بالأحداث قضتها وأعلن تشارلز الثالث أن مدة الحداد على الملكة إليزابت الثانية ستستمر أسبوعا بعد الجنازة وتبدأ المراسم من قاعة وستمنستر لمدة أربع أيام قبل إقامة مراسم جنازتها يعني في تفاصيل مهمة جدا في هذا المناخ الملكي تفاصيل شديدة التعقيد وشديدة الجودة في نفس الوقت يعني مهما قلت أنه النظام الملكي عندك تساؤلات عن كيفية إدارة الأمور وكيفية إدارة الحكم وإزاي يبقى في حالة من القيادة لكن كمان الإبتعاد الشديد ورئيس الوزراء هو القائم بكل القرارات كل المسؤوليات الديمقراطية متحققة تماما على الأرض في ظل النظام ملكي في حاجة كده مبهرة في تفاصيل هذا النظام المهيب ما تقدرش تقول عنه غير أنه نظام مهيب جدا ومعقد في تفاصيله نرجع بعد الفاصل بقى لحاجات جميلة وتموحة ونتكلم عن المستقبل وإحنا بنتكلم عن كوب 27 ينفع جدا نقول أنه دورنا الحقيقي أنه كل واحد فينا في مصر بعارف إيلي بيحصل وإيه لا يحصل في نوفمبر القادم إن شاء الله وإيه دورنا أنه نجعله يسير بأفضل ما يمكن أن يسير في مجهودات حقيقية ومبادرات شبابية مهمة جدا في مجال المناخ تمت وبدأت قبل قمة المناخ في مصر بعد الفاصل مجموعة من الشباب المتميز جدا اللي مش بس بيستعدوا لكنهم اشتغلوا وعملوا مشروعات صديقة للبيئة ومشروعات مهمة جدا تماشيا مع جهود الدولة في مؤتمر المناخ القادم بعد الفاصل خليكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جدا لمصر عموما ودور مصر فيها فاعل رغم أن دور مصر ما هواش من الأدوار المؤذية للبيئة أو المؤثرة جدا في تغير المناخ عالميا لأسباب كتير تخص كثافة الصناعة وتخص تفاصيل كتير لكن ده لا يعفينا من المسئولية تجاه البيئة وتقدر تقول بحكم بسيط وسريع جدا أنه كل ما زاد الوعي البيئي كل ما تتطمن أنه ده معناه أن المستوى الثقافي أعلى معناه أن المستوى العلمي أفضل معناه أنه فيه حاجة جيدة بتحصل في المكان اللي فيه ناس بتحتارب البيئة على الآن الجميل النهاردة أنه ما بقيناش كل واحد يفكر لوحده ويشتغل لوحده وأنه فيه جهود حقيقية داعمة أنها تبقى مظلة مش بس عشان نفكر ونجرب ونحاول ونفشل لكن علشان ممكن نحقق نجاحات أكبر وإحنا منشتغل مع بعض إحنا نهاردة متشرفين أنه منورنا في التاسعة مبادرات شبابية حقيقية بتشتغل بتنسيق من أجهزة الدولة لتقديم كل واحد بقى وفكرته واضح أنها مقدرش حطكه في اسم واحد أو فكرة واحدة خلوها في البداية نرحب بها الأستاذة ردوة هاشي معشور مؤسس ومنسق لشبكة ومنصة الشباب والمناخ لدعم المبادرات الشبابية أهلا بيك أهلا بيك أستاذة ردو الأستاذ أحمد خالد منسق مبادرة ري نايل مهندس ولا أستاذ مهندس المهندسين مع أنه فعش نقولهم أستاذ مهندس أحمد خالد والمهندس عمر الدي مؤسس مبادرة شجرة أهلا بحضرتك عمر ده بقى المشهور بتاعنا لأنه هو أقدم واحد في المبادرات تقريبا أهلا بيك أستاذ أهلا بحضرتك هبتدي مع أستاذ ردوة نفسي تشرح لنا المظلة الكبيرة احنا قللنا فهمناه أنه في كتير من المبادرات البقية موجودة في مصر بالمناسبة من قبل القاب 27 بكتير كشكده؟ انتو كندوركو إيه؟ احنا بدأنا في 2019 بحكم أن أنا صحفية كنت بقابل يوميا كتير من المبادرات شباب جميل عنده أفكار واعدة لكن للأسف في البعض منهم ممكن يتعثر في الطريق ممكن فكرته توقف لنقص التمويل ممكن فكرته توقف خالص وتتلغي بعد ما يكون مشي خطوات فيها لأنه هو معرفش يسوقها، معرفش يوري العالم قد إيه فكرته رائعة مش بس بتخدم البيئة لكن كمان بتخدم مجتمعه، بتخدم السيدات، بتخدم ضيوفنا اللي جايين من الخارج فوقتها وبدعم من الاتحاد الأوروبي جاءت الفكرة، احنا ليه ما نعملش منصة تجمع فيها كل المبادرات البيئية ووقتها أطلقناها في 2020 وكان معانا دكتورة ياسمين فؤاد دعمتنا بشكل كبير قوي في وسط البيئة دكتور أشرف صبحي، دكتور شابه الرياضة وأطلقنا وقتها وكان معانا مجموعة كبيرة قوي من المبادرات من أسوان ولقصر وسهاج ومن البحر الأحمر لغاية إسكندرية ومرصى مطروح وسيوى أطلقنا وقتها شبكة المبادرات البيئية مع اقتراب مؤتمر المناخ قررنا أن احنا نعمل لها منصة إلكترونية سميناها الشباب والمناخ وحيكون لنا تواجد إن شاء الله في مؤتمر المناخ في صورة بيت المبادرات الشبابية الخضراء ده هتجمع كل هذه المبادرات عشان نعرف العالم قد إيه إحنا عندنا أفكار بصراحة رائعة وجميلة يعني لو أحكي لك قد إيه إحنا عندنا أفكار شبابية متنوعة أنا متهيالي بساعة خلينا شوف النموذجين الحلوين اللي معانا مر يعني مهانس عمر مبادرة شجرها اسم معروف وسمعينه ومتابعينه من فترة بدأت وإمتى وكان إيه الفكرة اللي عندك إيه الاختلاف يعني ما بالتأكيد دايما بنقول أفضل حاجة في الدنيا وأفضل خيار في الدنيا إن أنا ننزل على شجر أكتر إيه الجديد اللي قدمته المبادرة والله هي مبادرت شجرها الحمد لله إنها مسماعة هي من 2016 17 إبريل 2016 بدأناها من الفترة دي والحمد لله في خلال ست سنين إحنا بننشر ثقافة زراعة الأشجار المصمرة في الشوارع وفي المدارس وفي الأماكن العامة بدل أشجار الزينة وكمان بننشر ثقافة زراعة البلكونات والأسطح بالخضروات والنباتات الطبية والعطرية بالطرق التقليدية بتنفع دي؟ بتنفع؟ آه بتنفع طبعاً أنا بنتي زرع طماطم من ثلاث سنين ما فيش فايدة لا لا إن شاء الله بقى اتبعنا على الصفحة أحن جيلكم آه لا الحمد للقاء يعني كل اللي بيتابعونا بتقصد إن اللي عنده بلكونا يزرعها حاجات بسيطة بس ممكن ده يحصل يعني آه ينفع آه تبقى حاجات كمان يستفيدوا منها كأكل يزرع الخضار نباتات طبية والعطرية ممكن برضو بعض الصبرات المفيدة ممكن بعض أشجار الفاكهة المقزمة سواء في بلكونات أو في السطح وكمان بنمشور ثقافة التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المنخية ده كلام عظيم بس كلام كبير هرجع لك تاني عشان تقولي على الأرض بتساعد الناس ازاي وبيتنفذ ازاي وانت أحمد رينايل الاسم قد إيه حلو بس مش مفهوم آه جميل هتوعيد تصنيع النيل ولا هتعمل ايه احكيلي مش هنوعيد تصنيع النيل ولكن رينايل كان المنطلق بتاعه في الأولي أن احنا بنتكلم فيه رينيوب الانيرجي ونحاول أن احنا نحافظ على المناخ بأقدر قدر ممكن شغلنا يمكن نتمحر شوية في عدة اتجاهاته ولكن اللي احنا وصلنا له في الفترة الأخيرة أن احنا بنقدم سيستمز وحلول تكنولوجيا في مجال البيئة والزراعة عشان نقدر أن احنا نحافظ على الريسورسز بتاعتنا ونقلل استعلاقها خصوصا الميا بالنسبة للزراعة السمكية في نفس الوقت فيه نظم الزراعة الحديثة اللي احنا بنحاول أن احنا نقلل أي تكاليف طاقة بتخش فيها بنقلل ديزل أي انبعاثات كربونية بتخرج منها فبالتالي أن احنا بنحافظ للمزارع أنه هو يشتغل بشكل أفضل هو يحتاجك ليه؟ يعني إمتى يقول أنا محتاج حد زي مهندس أحمد يساعدني؟ هو بيحتاجني عشان السيستمز اللي أنا بقدمها في مجال الزراعة بتساعده أن هو أول حاجة بيوفر؟ بيميجر البرامترز اللي موجودة عنده في المزارع بيقدر أنه هو بتديله ألارمينج سيستم بيقيس المعايير والمقاييس الزراعية اللي هو عايز يتطمن عليه؟ بالضبط بيعمله ألارمي لو حصل أي ضرب في البرامترز دي بتديله إنذار وصلنا كمان أن احنا نعمل كنترول على اليونتس اللي موجودة معي بحيث أن هو يكون اوتوميشن سيستم نقلل أي هيومان ممكن يدخل معاه في السايكل بحيث أن احنا نقلل الفيليار اللي ممكن يحصل فيها مايكان لكل الأنظم؟ بالضبط كده لا لأ لنشان هتنا ترجم نفسه بالضبط كده وبالتالي فهي بتقلل معاه الكوست بتاعت الطاقة وفي نفس الوقت حوالي 30% من السلاك الديزل دي مهمة لما تقول للفلاحة نقلل تكلفة ونديك معلومات دي حاجة مهمة وأعتقد مفهومة أكتر بالضبط أنا هروح الفاصل وبعد الفاصل هنرجع نتكلم عن تفاصيل أكتر وسترادو بتقولنا أنه في مبادرات عشرات المبادرات الوقت أكيد نهاردة مش هيكفي نشارك حضراتكم قد إيه مناصة الشباب بتدعم عدد كبير من المبادرات لكن على الأقل خلينا نقول النهاردة اللي ممكن إحنا نتجاوب به نستفيد منه أحيانا من وجود مبادرات زي دي بعد الفاصل نكمل معها مساء الخير ولست مع المبادرات الشبابية لدعم المبادرات الشبابية في مجال خدمة البيئة والتغيرات المناخية بشكل عام لكن ما يفعش نقوله التغيرات المناخية ونغير ما نقوله البيئة وثقافة الحفاظ على البيئة الثقافة دي لها مفردات نقدر نقول وما يفعش نقول حد بيفهم في الحفاظ على البيئة وبيغسل وشوافات الحنفية أو حد بيستهلك بطريقة زيادة في حاجة ممكن نقلل فيها الاستهلاك ويبقى بيهتم بالبيئة فعشان نتدعي عكس ما نعيش أو نمارس عشان كده أنا مبسوطة قوي بالأستاذ الرادو غير بقولنا النهاردة لأنه حاجات لها دعوة بالممارسات اليومية وبطريقة حياتنا اللي ممكن كمان تطلع لنا منتجات صديقة للبيئة فعلا يعني احنا عندنا دلوقتي كتير من المبادرات حدفها زيادة الوعي ازاي نعرف يعني ايه تغير مناخ يعني حضرك عارفة كلمة مناخ وتغيرات مناخية يمكن كتير من الناس مش عارفة أصارها كمان يعني ما يتعرفش ان انت كل حاجة بتعملها في بيتك بتأثر على المناخ ان انت تفتح الميا زيادة بتأثر على المناخ ان انت تشتري هدوم كتير بتأثر على المناخ ان انت تركب عربيات وتلف وتتفسح كتير وتحرق بنزين كتير لما تشغل الكهرباء زيادة في بيتك بتكون ليك دور في التغيرات المناخية لما تهدر طعام كتير ليك دور في التغيرات المناخية احنا لنا كوارث احنا بنعمل حاجات صعبة انت بتقولي الامثلة دولتي عارتها فتكر حاجات كتير كل حاجة بنعملها هي في الاخر سلسلة بتؤثر على التغيرات المناخية عشان كده ده رد مهم جدا على اللي بيقول انه الكلام عن القضية قضايا البيئة دي رفاهية احنا اللي نمتلكها الحقيقة انه ده بالعكس مش كده بالعكس ايه المشاريع اللي معاكين هناك كتير قوي المشاريع بصراحة انا عايزة اتكلم على اول حاجة المشروع ده هو عبارة عن مشروع لبنتين في غاية الجمال اسمه الشنطة الحلوة ده عبارة عن بلاستيك بيدخل جوه مكنة بيطلع من الناحية التانية الشنطة الجميلة دي يعني عادة تدوير الشنط البلاستيك بالضبط اي شنطة بلاستيك هما بيجمعوها بيقاليها مواصفات خاصة بتخش جوه المكنة بتطلع من الناحية التانية هذا المنتج الجميل فهذا المنتج انه مش بس بيطلع وبيتصدر برا مصر لكن كمان اللي بيعملوا ايادي سيدات لاجئات موجودين جوه مصر فانت كده بتخدم المجتمع وبتخدم البيئة في نفس الوقت اما الشنطة الصغيرة الجميلة دي الحلوة دي نحن عادين كلنا نمشي بيه الشنطة دي في هفيل الشنطة دي نقدر نفتحها من جوه دي مبادرة بتاعة وزارة البيئة عاملها للحد من استهلاك البلاستيك في اطار انهما بيعملوا حاليا الاستراتيجية الوطنية الحد من استهلاك البلاستيك احنا بنستهلك سنويا يعني ما يقرب من 100 مليون كيس بلاستيك فاحنا بنحاول نحد من هذا الموضوع بالشنطة دي جواها ممكن تبقى موجودة في كل بيت في كل شنطة واحنا متحركين نحط فيها المنتجات من السوبر ماركت وكده احنا حنحد من استهلاك البلاستيك ونعيد استخدامها ونفسدها ونستخدامها تاني كل بيت في مصر يبقى في شنطة زي دي كل واحد وهو خارج لو قطته في جيبه حيقدر ان هو ومش لازم لما اشتري كيس شيفسي من السوبر ماركت احطه في كيس بلاستيك بالضبط ممكن ااخده كنا في ايدي بالضبط انا ليه اتشجع واشارك مع حضرتك في ده ايه اللي هي اه طبعا لذيذ جدا فكرة البلكونات بس ايه انواع الاشجار المسمرة اللي ممكن تكون ناصحتك للناس او تحمس الناس ان هتشارك معاك بالمبادرة بيه طبعا الاشجار المسمرة مفيدة جدا يعني اساس عائد اقتصادي كبير جدا لاي حد كصدقة جارية يعني ممكن اي حد مثلا فقير محتاج يأكل يلاقي مثلا شجرة فكهة موجودة قدامه في الشارع ياخد منها اللي يحتاجه طبعا مفيدة جدا ده غير طبعا فوائدها البيئية انها تمتص العوادم طبعا وسانكسيد الكربون كي الاشجار المسمرة اللي كمان بتعمل ضل ممكن الزتون في عندنا الموالح برضو بتعمل ضل في عندنا شجرة جميلة جدا اسمع شجرة مورينجا ودي شجرة لها حوالي 300 فايدة ودي قررنا بسببها مرتين في مركز القامل البحوص نصرعنا الاف اشجار مورينجا فهي تقريبا خمس انواع من الاشجار المسمرة اللي احنا بننصح بازراعاتهم في مصر وفي الوطن العربي التحدي الاخير اللي عندكو ايه بقى دلوقتي احنا محتاجين طبعا دعم بكل ال حكاية السبع وعشرين الف شجرة اللي انتو عايزين هذين اه نفسنا نفسنا ده ده فرصة كبيرة جدا من خلال حضرتك ان احنا عامين حملة سماعة سبع وعشرين الف شجرة الى مؤتمر المناخ كوب 27 الحملة ده من يوم واحد تمانية وتنتهي يوم تمنتاشر حداشر اللي هو اخر يوم في مؤتمر المناخ و احنا مستهدفين منها حوالي ثمان محافظات في مصر نفسنا طبعا السبع وعشرين الف شجرة يتوزع على ثمان محافظات احنا طبعا لغاية دلوقتي للأسف مزرعناش غير تقريبا حوالي الف شجرة احنا خلاص فاضل حوالي ثمانية وحبسين يوم او من السبع وعشرين يعني ينفع نخلي السبع وعشرين جهود ذاتية طبعا وهو اصلا الاساس فيها ان كل الناس تبقى اجابية وكل الناس تزرع يعني لو كل واحد زرع ولو شجرة واحدة بس قدام بيته او في حضرقة المنزل او حضرقة المدرسة اللي هو مثلا ساكن قدامها دي هتفرق كتير جدا احنا بس محتاجين سبع وعشرين الف شخص خلاص وتواصلوا معاكم عن طريق صفحة شجرها على فيسبوك صفحة منصة الشباب والمناخ اللي هنعمل ان شاء الله استمارة لأي شاب عنده مبادرة حابب يشارك بها في مؤتمر المناق يرسلنا ان شاء الله على المنصة عشان يكون جزء كمال مؤتمر مناخ رينايل مشاركتك الفترة اللي جاية النهاردة عيد الفلاحة ايه الحاجة اللي نفسك تقول انه اتمنى انه خلال السنة اللي جاية تتحقق يزيد الوعي بيها تحديدا في مجال الزراع في مصر تحديدا في مجال الزراعي يعني الفلاح لسه موصلش لدرجة الوعي اللي هو يستخدم السيستمز ان شايف لسه الموضوع قدامه شوية هو شايف انه غالي هل عندك حلل ده هو الموضوع مش غالي لو احنا عملنا كيسة استادي مع بعض دلوقتي ممكن اثبتلك انه هو مش غالي خالص ولكن هو ممكن يعني لو الفلاح مثلا صرف على الحلول التكنولوجية اللي نقول الف جنيه بتوفر لقصادها تقريبا قد ايه يعني ممكن اعمل كيسة استادي بالنسبة للمجال الزراع السماكية اللي احنا شغالين فيه بشكل كويس اعتقد ان احنا لو بنتكلم على مستوى فدان واحد زراع السماكية فهو متوسط الانتاجية بتاعته بتبقى من خمسة لسبعة طن سمك فاعتقد انه هو الخمسة لسبعة طن دول بيستهلكوا حوالي ما يقرب من سبعة ونص طن اعلاف في الموسم الواحد بالسيستم بتاعنا بيساعده ان هو امتى يتعرف على درجات الحرارة والبي اتش والكمان العوامل الاكسجين اللي موجودة عنده في الحود والامونيا فبالتالي هو بيعرف امتى ينزل العلاف بتاعته وامتى يقلل الفائت بالنسبة 30% وده رقم مش قليل خالص بالزبط مع زيادة اسعار الاعلاف النهاردة سعر الطن وصل 15000 فاعتقد 30% بالنسبة للرقم بتاعه هيقدر يغطي تكلفة السيستم في اول موسم ده كلام مهم جدا لانه بلاصل اللايف تايم بتاع الاجهزة بيتروح بين 5 ل 6 سنين فيقدر ان ال 4 5 سنين اللي بعد كده بيكون معاه الفلوس دي بتتحول مارجنز بروفيت بتدخل جيبه فهو يقدر ان هو يستفيد بيه ان هو يكسباند في السيكتور بالزبط كده او يحقق بروفيت اكبر احنا شايفين الاجهزة بتاعتك اول الشاشة استاذ رادو اخيرا في نص دقيقة كده قولنا تاني صفحة المبادرة ولو انا عندي مبادرة ايه الشروط اللي انتو بتقبالوا بيها المبادرات ولا اي حد عنده مبادرة اللي يتفرج علينا يقدر ينضم احنا هدفنا ان احنا نزيد الوعي وندعم الشباب فاي حد عنده مشروع قائم بيطلع عنده منتج او بيبقى عنده منتج مش فكرة يعني ما جيش بفكرة كده اقول خلاص يعني فكرة وبس مشروع مشروع قائم لان احنا مش جهة تمويل او جهة تسويق وتعريف وزيادة وعي فلو انت عندك حتى لو مبادرة زيادة وعي يعني عندنا في البحر الاحمر مثلا زينا عاملين مجلة هدفها نعرف الاطفال يعني ايه تغيرات مناخية ويعني ايه بيها وازاي نحافظت النوع البيولوجي فهدفنا اننا نعرف الناس ونزيد الوعي ونواجه التغيرات المناخية والمشكلات البيئية فيريت اي شاب عنده مبادرة يقدر يقدمها عشان ندعمها ونسوقها لان حقيقة مؤتمر المناخ الى جانب اهميته السياسية والمناخية على المستوى القمة لكن كمان هو فرصة هيلة للشباب ان هما يقولوا للعالم كله احنا قد ايه عندنا افكار مش موجودة في حت تاني انا راضية لو قلنا بس البعض يعني لو احنا كمصريين زاد وعينا بقضايا البيئة احنا هقلنا نجاح وانتوا بالتأكيد يعني انت لما تشوف يشاب في سهاج بيحاف بيمنع كارثة بيئية ومجتمعية من مليون شجرة بتترمي في المسالك في الترع في المصرف المائية هو بيخدها بيدخلها جوا مكانة جابها استوحى فكرتها من الهند طلعت من ناحية التانية قماش اخدها ادها للسيدات في قرية وحولوها لمنتج بانانا ارض دي فكرة هيلة كتير من الأفكار انا اسف الوقت خلص في السنة مبسوطة باللي بتقوليه وانا هتابع الصفحة انا كمان ونفضل وراكو كده لحد منشوف ثمار عظيمة تتحقق على الارض وانتبعكم كمان في كاب 27 بإذن الله مؤسس ومنصق شبكة ومنصة الشباب والمناخ لدعم المبادرات الشبابية نورتنا مهندس احمد خالد مبادرة في نايل نورتنا وكل توفيق يا رب يزيد الوعي اللي يخليك تقدر تحقق اللي انت بتتمنى مهندس عمر ديب مؤسس مبادرة شجرها هنتابع وانا هبعتلك من عندي ست شجرات انا هم اشتغل على علمي وفي شهد التأدير لحضراتك كمان لان اي حد يشارك ليه شهد التأدير شكرا بشواندس مستيليكم جميعا دي كانت حلقتنا النهاردة من التأساعة نشوفكم ان شاء الله على كل خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا